بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثانية من الوحدة الثالثة الإظهار الحلقي وهذا أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين كما مر معنا ونبدأ بتعريفه من ناحية اللغة فتعريف الإظهار لغة البيان والوضوح وهذا للأشياء الحسية والأشياء المعنوية فتقول ظهرت الشمس إذا بانت ووضحت وتقول ظهر الحق إذا بان ووضح إذن الإظهار من ناحية اللغة البيان والوضوح أما اصطلاحا فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنى وقد مر معنا سابقا أن لكل حرف مخرجا كما أنه لكل حرف صفة من الصفات فالإظهار الصحيح أن تخرج كل حرف من مخرجه متجردا عن الغنى والغنى كما سنعلم هي صوت يخرج من الخيشوم فمن لفظ الحرف واضحا فقد وضح معه الإظهار وقد أتى بالإظهار على حقيقته ولنضرب مثالا على ذلك من آمن تلفظ هكذا بالإظهار التام من آمن وأما لو أحدث معها غنى فقرأ من آمن فلا يقبل هذا القراءة لأنه أدخل معها غنى وقلنا إن الإظهار إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنى حروف الإظهار ستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وهي مجموعة في أوائل الكلمة التالية أخي هاك علما حازه غير خاسر فنأخذ من كلمة أخي الحرف الأول الهمزة ونأخذ من كلمة هاك الها ونأخذ من كلمة علما العين ونأخذ من كلمة حازه الحاء ومن كلمة غير الغين ومن كلمة خاسر الخاء هذه إذن مجموعة حروف الإظهار فإذا جاءنا نون ساكنة أو تنوين فتح أو تنوين كسر أو تنوين ضم وبعده أحد هذه الحروف سواء كان بكلمة واحدة أو بكلمتين فإنه يسمى إظهارا وسنضرب أمثلة على ذلك من آمن انظر نون ساكنة أتى بعدها همز وكانا في كلمتين ينأون نون ساكنة أتى بعدها همز في كلمة واحدة رسول أمين تنوين جاء بعده همزة وطبعا في كلمتين لأن التنوين لا يأتي في وسط الكلمة إذن نقول في هذه الأمثلة الثلاث بالمثال الأول من آمن أظهرنا النون الساكنة عند الهمزة لأن الهمزة من حروف الإظهار ونقول بي أن أون أظهرنا النون الساكنة عند الهمزة لأن الهمزة من حروف الإظهار ونقول رسول أمين أظهرنا التنوين عند الهمزة لأن الهمزة من حروف الإظهار يلاحظ على هذه الأمثلة الثلاثة أن الإظهار يقع في كلمة ويقع في كلمتين وهذه نقطة ينبغي أن ننتبه لها جيدا تسمى هذه الحروف التي قلنا إنها الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء تسمى بالحروف الحلقية لخروجها من الحلق ويسمى هذا الإظهار تبعا لها الإظهار الحلقي غير أن للإظهار مراتب هذه المراتب الثلاثة نجد أن الإظهار أعلى شيء عند الهمزة والهاء وأوسطه عند العين والحاء وأدناه عند الغين والخاء وهذا ترتيب خروج هذه الحروف من الحلق فإذا كانت الحروف تخرج من أدنى الحلق أي أعلى مما يلي الفم فعند ذلك يكون الإظهار أوضح وإذا ما انتقلنا إلى وسط الحلق يكون الإظهار أقل وضوحا وإذا انتقلنا إلى أقصى الحلق يكون الإظهار أكثر غموضا أيضا وشاهدوا ذلك من التحفة فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء وهذا واضح بالإشارة إلى حروف الإظهار وأحكامه والحمد لله رب العالمين